السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بجرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن مقارنة بين زمن present simple present continuous المضارع البسيط والمضارع المستمر كما قلنا قبل نشوف شكل الفعل الاستخدام قواعد تخصى الزمنين وكيف شكل السؤال إجابة قصيرة والنفي والظروف الزمانية متعلقة بكل زمن هو الاختلاف بين هذا الزمنين بشكل الفعل لاحظ subject أيضا subject compliment تكملت الجملة أيضا تكملت الجملة لكن الاختلاف صار عندنا بشكل الفعل لاحظ جزء واحد verb one يعني الفعل بالتصرف الأول لأنه عندنا الإفعال عندنا تصرف الأول للإفعال went gone go went gone بال present simple نستخدم الفعل بالتصريف الأول يعني verb one يعني التصريف الأول الشكل الأول للفعل they read a book every day اللحظة الفعل read تصريف الأول إذن يقرونه كتاب كل يوم they are reading a book now لاحظ المضارع مستمر مؤلف من m is r عندنا الفعل مضاف له ing اللحظة الفعل الرئيسي بالجملة هو read لكن لازم يكون قبله r والفعل الرئيسي read ونضيف له ing إذن الفعل مؤلف من ثلاث أجزاء إذن لاحظنا الفعل مؤلف من جزء واحد إذن نسميه simple بسيط لأن الفعل مكون من جزء واحد المضارع مستمر أيضا اللحظ مؤلف من ثلاث أجزاء الفعل الفعل بيكون r reading سوية تسان مع بعض إذن r reading وليس read لوحدها لذلك هذا الاختلاف الأول بين المضارع البسيط والمضارع المستمر هو شكل الفعل أيضا استعمال أو استخدام الزمانين المضارع البسيط نتحدث عن عادات متكررة إذن عادة متكررة نستخدم المضارع البسيط I speak to him every week أتحدث إليه كل أسبوع لكن المضارع مستمر حدث يحدث الآن في لحظة التكلم فقط نستخدم في لحظة التكلم I am speaking to him now أنا أتحدث إليه الآن في هذه اللحظة هذا الاستخدم الأول استخدم الثاني ممكن نستخدم الزمانين المضارع البسيط والمضارع المستمر للتحدث عن المستقبل we have a meeting next week لدينا اجتماع نعرف أنه meet يقابل المعضيف ing meeting مقابلة أيضا اجتماع we have a meeting next week لدينا اجتماع في الأسبوع القادم أو سنعقد اجتماع في الأسبوع القادم نلاحظ هاف بالمضارع البسيط ودل على المستقبل استخدمنا next week أيضا لاحظة جملة هذه we are having a meeting next month سنعقد اللاحظ مضارع مستمر لكن استخدمنا ظرف الزماني في المستقبل عند إذن يشير إلى حدث سيحدث في المستقبل we are having a meeting next month سنعقد اجتماع في الأسبوع القادم إذا ممكن نستخدم المضارع البسيط إذا جاء ظرف يدل على المستقبل لتحدث عن زمن مستقبلي أو نستخدم المضارع المستمر لتحدث عن المستقبل إذا جاء أيضا ظرف يشير إلى المستقبل المستقبل اللحظة مثاليا he does his homework every day they are do their homework every day نلاحظ مع هي وشيئت نستخدم الفعل نضيف له is لكن إذا كان عندنا باقي الضمار i we you they فقط نكتب الفعل كما هو بدون إضافة is بالنسبة للمضارع المستمر أيضا نلاحظة الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث يعني is do ing أيضا مع هي وشيئت نستخدم is they are doing their homework now أيضا مع i we you they لاحظ we you they نستخدم are مع i نستخدم am مع هي شيئت نستخدم is اللحظة هذا الأمثلة she washes the dishes لاحظ الفاعل she نضيف الفاعل wash es لتشكيل السؤال بالمضارع البسيط نحتاج إلى do و does he she at يأتي بعدها does i we you they نستخدم معها do بالمضارع البسيط نحتاج إلى فعل مساعد لماذا سمنا فعل مساعد؟ لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي نريد أن نشكل سؤال مع هي نستخدم does نضع does في بداية الجملة does ونكتب she نحذف the dishes ونضع question mark does she wash the dishes وضعنا أولا does في بداية الجملة حذفنا the yes الخطوة الثانية ووضعنا question mark في نهاية الجملة does she wash the dishes ونترجم does بهل إذن نحتاج إلى فعل مساعد في المضارع البسيط they wash the dishes أيضا مع they نستخدم do نضع do في بداية الجملة do they wash the dishes أيضا نضع question mark إذن وضعنا do في بداية الجملة وquestion mark في نهاية السؤال do they wash the dishes هل يغسلنا الصحون ونترجم أيضا do بهل do وdoes نترجمها بهل عند السؤال لاحظ بالمضاع المستمر لا نحتاج إلى فعل مساعد فقط am is are نضعها في بداية الجملة لاحظ بس نضع is في بداية الجملة تصبح is she washing the dishes وننهيب question mark وضعنا is فقط في بداية الجملة فقط لا يغير ونضع question mark تصبح is she washing the dishes ونترجم أيضا is في بداية الجملة في السؤال هل الجملة الثانية they are washing the dishes أيضا فقط نضع are في بداية الجملة تصبح are they washing the dishes هل يغسلون الصحة ونضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة إذن فقط وضعنا are في بداية الجملة ونترجم are أيضا ب هل إذن المضارع البسيط يحتاج إلى فعل مساعد do وdoes المضارع من استمر لا يحتاج إلى فعل مساعد الفعل مساعد موجود فقط نضع is أو are أو am في بداية الجملة لتشكيل السؤال ونبقي ترسيب الجملة كما هو فقط ننهي الجملة بعلامة استفهام نريد أن نجيب إجابة قصيرة في المضارع البسيط فقط نجيب do أو does does هي تصبح yes نضع فلسطوب أو no كما فلسطوب فاصلة does he تصبح yes he does يعني الفعل مساعد يكون بداية الجملة الجملة الجواب فيه كما هو نعم يلعب does he play football هل يلعب كرة القدم yes he does نعم يلعب كرة القدم إجابة قصيرة no he doesn't كله لا يلعب الجملة الثانية do they play football هل يلعبون كرة القدم أيضا يجاوب yes كما فلسطوب no كما كما معناه فاصلة ونقطة دائما في المساعد بداية الجملة أجاوب فيه do they تصبح yes they do دائما 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 they don't كلا لا يلعبون بالمظاهرة المستمر is he playing football أيضا هل يلعب كرة القدم في هذا اللحظة أيضا نجاوب ب is دائما بداية الجملة نجاوب فيه yes أيضا كما فلسطوب no كما فلسطوب is he تصبح he is no he isn't إذن is he switch نقلب بداية yes he is no he isn't are they playing football yes فلسطوب no فلسطوب are they تأني بـ are أجاوب أيضا بـ are yes they are no they aren't كلا لا يلعبون ودائما ما ننسى الفعل المساعد أثناء السؤال في بداية الجملة نترجمه ب هل ودائما ما ننسى الفعل المساعد ليكون بداية الجملة جاوب فيه مع المضارع البسيط do و does مع المضارع المستمر نستخدم أفعال كون am و is و r الظروف الزمانية تأتي بها المضارع البسيط لدينا always دائما يجول عادة often غالبا sometimes أحيانا يعني شيء يدل على التكرار والأمر الاعتيادي أو نسميه routine إذن routine ممكن اليوم الشهر وهكذا اللحظة اللحظة جملة he usually drives his car to work إذن عادة أو يقود عادة سيارته للعمل لاحظ الظروف يأتي قبل الفعل he usually drives إذن قبل الفعل نستخدم الظروف they go to the mall every week يذهبون إلى المال كل أسبوع اللحظ every أيضا يدل على شيء متكرر تأتي ممكن في نهاية الجملة أو نضعها ممكن في بداية الجملة every week نضع كما every week they go to the mall إذن كل أسبوع يذهبون إلى المال الظروف تأتي قبل الفعل وتدل على شيء تكراري أو اعتيادي يقوم به الشخص أو نستخدم عندنا every every تكون في نهاية الجملة أو في بدايتها في المضارع المستمر يجب أن نستخدم ظرف تكراري في هذه اللحظة يدل على شيء مستمر نستخدم now at the moment في هذه اللحظة right now أيضا في هذه اللحظة ممكن نستخدم this week في هذا الأسبوع شيء تمبر شيء مؤقت وأيضا ممكن نستخدم today اليوم أيضا تدل على شيء مستمر فترة وجيزة تكون مستمرة أو مستمر هذا الحدث لفترة قصيرة he is driving his car to work now إذن يقوم سياراته العمل الآن هذا اللحظة في تكراري أو الزمان يجاء في نهاية الجملة they are going to the mall at the moment يذهبون إلى المال في هذه اللحظة أيضا at the moment ممكن استخدمها في نهاية الجملة أو ممكن في ذات الجملة اكتب at the moment they are going to the mall بهذا الشكل عملنا مقارنة بين المضارع البسيط والمضارع المستمر أتمنى أني قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو يصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته